بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين معكم مستر محمد السيد السلموني أهلا ومرحبا بكم في كورس التحليل الفني في التداول على قناة سلموني تريدينج STC النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن نموذج من نمازج الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه هذا النموذج هو تويزرز اللي هو الملقاط ويسمى بهذا الاسم لأنه يشبه الملقاط في الحالة العامة يتكون هذا النموذج من شمعتين أو أكثر إذا تساوت الظلال العليا للشمعتين في المستوى نحصل على نموذج تويزرز توب وإذا تساوت الظلال السفلة للشمعتين في المستوى نحصل على نموذج تويزرز بوتوم بعد كده ممكن يجي النموذج ده في أشكال مركبة مع غيره من الشموع مثل دارك كلاود أو الشوتينج ستار أو الهنج جيمان أو هرامي إلى آخره من الشموع التي تكون عاكسة للاتجاه ودلوقتي هناخد مثال عام على نموذج تويزرز توب المركب مع غيره من الشموع الأخرى في شكل إيه؟ قمة ملقات مركب مع صحب ركامية تويزرز مع دارك كلاود بس الدارك كلاود ليس شكل مثالي لأن الشكل المثالي المفروض أن الشمعة الثانية الحمراء سعر فتحها يكون أعلى من سعر فتح الشمعة الخضراء وتنزل إلى أقل من خمسين في المية من جسم الشمعة الخضراء وده ما حصلش عندي عشان كده قلنا عليه أنه غير مثالي لكن لو لحظت أن النموذج ده اتكون في نهاية اتجاه صعج في هذه الحالة أتعامل مع النموذج ده على النهت ويزرز على أساس أن الظلال العليا للشمعتين متساوية وهذا هو المعيار أن الظلال متساوية من أعلى وأدخل في صفقة بيع بعد تكون هذا النموذج لأن الاتجاه المتوقع بعد ذلك هو الغبوط في شكل بي عبارة عن تويزر توب مع شوتينج ستار لاحظ أن الظلال متساويان من أعلى وتكون النموذج بعد اتجاه صاعد يعني ممكن تدخل صفقة بيع لأن الاتجاه المتوقع هو انعكاس السعر الأسفل طيب هل كان من الممكن أدخل على أساس أن ده نموذج شهاب ممكن بس هيكون غير مثالي لأن شمعة الشهاب أغلقت تقريبا عند نفس مستوى الشمعة السابقة إذن يكون التداول على أساس نموذج تويزر ستوب لأن الأصل في الشوتينج ستار أن يكون آخر ظله في هذا المكان ودلوقتي أنا نموذج تويزر ستوب واضح عندي لأن الزيول تساوت في المستوى من أعلى الشكل سي عندي قمة ملقاط تويزر ستوب ورجل المشنوق هنجنجمان واتجاه صاعد بإن كاني انتظار شمعة التأكيد الثالثة وأتداول بعدها على أساس نموذج هنجنجمان أو أن أنا أتداول على أساس نموذج تويزر ستوب وبكده يبقى النموذجين بيأكدوا بعض عندي وبيأكدوا حدوث الانعكاس في السعر لو لاحظت هتلاقي أن الزيول العلوية لكلا الشمعتين متساوية عشان كده كل معايير التويزر متوفرة تويزر ستوب طبعا اتجاه صاعد في نهايته شمعتين مختلفتان في اللون تساوى مستوى ظلالهما العلوية عشان كده ممكن تدخل صفقات بيع بالشروط اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده واللي لسه هنوضحها في الأنثلة التالية الشكل دي عندي على نموذج تويزر مع المرأة الحامل هرامي كروس عندي الشمعة الأولى طويلة ولونها أخضر والشمعة اللي جات بعدها على شكل دوجي زلها العلوي طويل بيقولوا عليها ليجي الدوجي ومستوى هذا الظل خد بالك من المعلومة دي ومستوى هذا الظل العلوي يساوي تقريبا نفس مستوى الشمعة التي قبلها والاتجاه صاعد عشان كده أقدر أقول ان ده نموذج تويزر ستوب اللي من بعده على طول سوف يحدث الانعكاس إلى أسفل عندي بعد كده مثال عام على نموذج تويزر سبوتوم المركب مع غيره من الشموع الأخرى شكل ايه؟ نموذج تويزر ستوبوتوم وثاقب الحلاء عبارة عن شمعتين فيهما الظلال متساوية والنموذج متكون بعد اتجاه هابط إذن ده نموذج تويزر ستوبوتوم لتساوي الزيول السفلية ويكون الاتجاه المتوقع بعد ذلك هو الصعود وتدخل المشتريين بالشراء في شكل بيه عندي نموذج مكون من شمعتين ممكن أبصله على انه حرامي أو مطرقة ولكن لو نظرت إليه على انه تويزر ستوبوتوم تكون في اتجاه هابط فيه شمعتين الأولى والثانية تساوت الزيول السفلية لهما لو جيت أتدول على انه المطرقة فأنا محتاج أستنى الشمعة الثالثة تغلق فوق مستويات ذيول شمعة المطرقة ولو تدولت عليه على انه تويزر ستوبوتوم ماشي مفيش مشكلة على أساس ان الزيول السفلية لكل الشمعتين تساوت للحالات هيكون احتمالية انعكاس الاتجاه واضحة فلسي عبارة عن قاع ملقات تويزر ستوبوتوم ومطرقة ومقلوبة انفيرتد غمر أنا هبصله على أساس انه تويزر ستوبوتوم الزلال السفلية عندي للشمعتين متساوت المستوى على طول يبقى ده هو نموذج تويزر ستوبوتوم يبقى كده عندي شكلين يؤكدان انعكاس الاتجاه بصفة أكيدة الانفيرتد هامر والتويزر ستوبوتوم وندخل بعد الشمعة الثالثة ما تغلق أعلى منزل شمعة انفيرتد هامر هذه عبارة عن نموذج هرامي جاء بعد اتجاه هابط مركب مع تويزر ستوبوتوم هنلاحظ ظل شمعة الهرامي في نفس مستوى ظل شمعة التويزر يبقى كده الانعكاس على وشق الحدوث لوجود نموذجان يؤكدان ان ذلك على وشك والان مع تطبيق عملي على هذا النموذج هذا التطبيق يتكون من اربع امثلة على نفس الشر رقم واحد عندي اتجاه صاعد تكون في نهايته نموذج تويزر ستوب عبارة عن نموذج مكون من شمعتين مختلفتين في النوع الاولى خضراء والثانية حمراء ممكن اتداول على ان النموذج ده انجالفينج باترن الشمعة الحمراء ابتلعت داخلها الشمعة الخضراء بس اللي يأكد الانعكاس اكتر وجود تويزر ستوب هتلاقي ان ظلال الشمعتين الحمراء الطويلة والخضراء متساوية يعني الظلالة عند نفس المستوى العلوي عشان كده ممكن تدخل صفقات بيع من بعد تكون هذا النموذج ويفضل التداول بعد الشمعة الثالثة ما تقفل اسفل مستوى الشمعة الخضراء رقم اثنين عندي اتجاه هابط والشكل المستطيل الذي بداخله اربع شمعت ده عبارة عن نموذج تويزر سبوتوم وده نموذج قوي جدا يؤكد انعكاس الاتجاه الاعلى بعد تكونه هتلاقي جميع مستويات الشموع السفلية متساوية اللي يهمني مستوى ذي الشمعة الخضراء الاولى والشمعة اللي جات بعدها والزيول كلها واقعة في مستوى واحد ممكن تدخل صفقات شراء بس استنى بعد اجتمال النموذج وادخل بعد غلق الشمعة اللي بتيجي بعد النموذج ده كله اعلى من مستوى الشمعة الخضراء الاولى رقم ثلاثة اتكون عندي نموذج تويزر سبب هتلاقي شمعة خضراء جد بعدها شمعة حمراء مستوى الظلال العلوية متساوية عشان كده انعكس الاتجاه بعد كده لأسفل ممكن تدخل مع البقعين صفقات بيع بالشروط اللي تكلمنا قبل كده عنها رقم اربعة نفس النموذج عندي تويزرز بوتون زي ما حصل عندي بالزبط في رقم اتنين نفس الكلام ممكن نقوله على رقم اربعة ودلوقتي يلا بينا نشوف امثلة عملية على الشرط عندي مثال واحد لو نلاحظ مع بعض في هذه المنطقة اللي فيها شكل بيضاوي عندي فيها كذا شمعة طيب يا ترى هتدول فيها على اساس انها مورنينج ستار ولا دوجي طيب انا اللي همني هو الشمعتين الاولى والثالثة الشمعة اللي في النص دي مفيش مشكلة فيها الشمعة الاولى والثالثة موجودتان في نفس المنطقة اي نعم هم مش متتاليتان مفيش مشكلة اهم حاجة عندي ان الظلال وصلت لنفس المستوى بالزبط وتكونها في نهاية اتجاه هابط يبقى على طول احكم على النموذج ده على انه تويزرز بوتون اكيد من بعد كده هذا النموذج سوف ينعكس الاتجاه لاعلى نظرا لتدخل المشترين بالشراء واللي اكد لي ان النموذج ده تفعل هتلاقي ان سعر الشمعة الخضراء رقم اثنين يغلق اعلى من زيلة الشمعة الحمراء اي اعلى من ظل قاع الملقاط يعني لا اعتمد على اول شمعة ولا تاني شمعة اتدخل ابتداء من الشمعة الخضراء الثالثة صفقات شراء وانا متطمن ان دي صفقة رابحة ان شاء الله وبرضو لو لاحظت على نفس الشرط نموذج ابتلاعي ثيراني انجالفينج باترن الشمعة الخضراء اللي عليها دايرة ابتلعت شمعة الدوجي اللي قبلها مباشرة مما يؤكد ان الانعكاس على وشك الحدوث والارتفاع الاعلى مثال اتنين في المثال اللي قدامي دا هتلاقي ان النموذج دا اتشكل من اكتر من شمعة واحنا قلنا قبل كده ان ممكن نموذج التويزرز يتشكل من اكتر من شمعة وغير مهم عدد الشموع اللي بيتكون منها النموذج ما دام الشروط محققة لو لاحظت هتلاقي ان الغلال العلوية كلها عند نفس المستوى بالضبط فهذه كلها مع بعض عبارة عن قمة ملقات ولو ممكن تبصلها على انها منطقة عراضية ممكن ولكنها قمة ملقات ويزرز توب يبقى على هذا الاساس هيحصل عندي انعكاس وليس استمرار وبالتالي انا مش هتعامل معها على انها منطقة عراضية ولكن هتعامل معها على انها منطقة انعكاسية هتلاقي قمة الملقات هذه اتكونت بعد اتجاه صاعد ولو ركزت داخل الشموع داخل النموذج نفسه هتلاقي فيه شوتينج ستار نجمة مساء في هذه المنطقة حتى لو مش مثالية بنسبة 100% لكن يتبقى نموذج النجمة يقوي فاعلية نموذج قمة الملقات في هذه المنطقة وده بيديني احتمالية كبيرة جدا للانعكاس لأسفل كمان اخر حاجة على نفس الشكل المنطقة اللي تحت دي برضو تشكل عندي قاع ملقات تويزرز بوتوم عندي الشمعة الاولى حمراء فردية والشمعة الاخيرة فردية هتلاقي ان مستويات الزيور كلها متساوية عشان كده قلت عليها قاع ملقات اطبع عليها كل شروط التداول اللي انا ممكن اتداول بها على اساس انها تويزرز بوتوم كده يبقى خلصنا الكلام على شمعة التويزرز والى ان القاكم في المحاضرة القادمة لكم خالص تحياتي كان معكم مستر محمد السيد السلموني كبير معلم الرياضيات ومحل الفني وسيكولوجي في سوق المال والاعمال واذكر نفسي وإياكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لو انكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغضو خماصا وتروح بطانا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته